أرحب بكم أبناء بناتي وها نحن قد عدنا مرة أخرى نستكمل درس الضمائر ومع لقائنا الثاني ونتذكر سريعا ما مضى معنا في درسنا في المرة الماضية قلنا إن الضمائر تنقسم إلى ضمائر الرفع والنصب والقر ويجب أن أتعلم مواقع الضمائر الإعرابية وكيفية استخدامها قلنا أيضا إن الضمير هو اسم مختصر يغني عن تكرار الاسم وقسمنا الضمائر في اللغة العربية إلى ضمير يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب الضمير اسم يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب وقسمناه إلى ضمير منفصل وضمير متصل قلنا إن الضمير المنفصل هو كلمة تأتي مستقلة وحدها ولا تلتسق بكلمة قبلها أما الضمير المتصل فهو كلمة تتكون من حرف أو أكثر ويأتي ملتسقا بكلمة قبلها إذن الضمير ينقسم إلى منفصل ومتصل أيضا نتذكر أن الضمير المتصل منه ما يكون في محل رفع فقط وهذه هي ضمائر الرفع المتصلة وهي مجموعة في قولنا أنويت ألف لاتنين وهو الجماعة نون النسوة ياء المخاطبة وتاء الفعل ولا تكون إلا في محل رفع هناك ضمائر تكون في محل نصب وجر ومجموعة في قولنا هيك وهي هاء الغائب وكاف الخطاب وياء المتكلم إذن ضمائر الرفع فقط وضمائر للنصب والجر وهناك الضمير الذي يشقيني ويطعبني وهو ناه الدل على الفاعلين أو الفاعلين وتسمى ناه المتكلمين أو المتكلمين لأنها تأتي في محل الرفع والنصب والجر وننظر لأمثلة لضمائر الرفع أنويتو إذا اتصلت بفعل تام كانت في محل رفع فاعل ومثالها أكلت التاء حينما اتصلت بالفعل التام أكل صارت في محل رفع فاعل لأنها تدل على من قام بالفعل أيضا ضمائر أنويتو تكون في محل رفع اسم الفعل الناسخ إذا اتصلت بفعل ناسخ ومثالها قول كانوا وهو الجماعة هنا ضمير مدني في محل رفع اسم كان أما ضمائر النصب والجر فتكون الضمائر للنصب إذا اتصلت بفعل ودلت على المفعول به مثل الكاف في دعاك الكاف في دعاك ضمير مدني في محل نصب مفعول به اتصلت بفعل تام ودلت على من وقع عليه فعل الفاعل وتكون أيضا هذه الضمائر للنصب إذا اتصلت بحرف ناسخ وتصير اسما لهذا الحرف الناسخ مثل الها في إنه أقول الحق إنه واضح الها هنا ضمير مدني في محل نصب اسم إنه هذه الضمائر تكون للجر أيضا ولها مع الجر حالتان الحالة الأولى إذا اتصلت بحرف جر فهي في محل جر بحرف الجر ومثالها قولي له الها هنا اتصلت بحرف الجر والها في محل جر بحرف الجر اللام أيضا تكون في محل جر إذا اتصلت باسم وفي هذه الحالة ستكون في محل جر مضاف إلي ومثالها الكاف في كتابك الكاف في كتابك ضمير مدني في محل جر مضاف إلي أما نا المتكلمين أو نا المتكلمين هذه فإنها تأتي في جميع المواقع تأتي في محل رفع فاعل وتأتي في محل رفع اسم الفعل الناسخ وتأتي في محل نصب مفعول به وفي محل نصب اسم إن وفي محل جر بحرف الجر وفي محل جر مضاف إلي أقول أكل نا هنا نا تدل على الفاعلين كنا هنا أنا اسم كان وكذلك دعانا الله للإيمان وإننا ولنا وكتابنا كتابنا ستكون النا في محل جر مضاف إلي إذن تأتي في جميع المواقع الأعرابية وتحتاج إلى انتباه انتقلنا بعد ذلك إلى تقسيم الضمير المنفصل وإعرب الضمير المنفصل انقسم إلى مجموعتين الأولى ضمائر للرفع فقط وهي تنقسم لمتكلم وغائب ومخاطب المتكلم أنا ونحن الغائب هو وهي وهما وهم وهنا والمخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن أما الضمائر التي للنصب فهي أيضا تقسم لفاقسام ثلاثة للمتكلم للغائب للمخاطب إيايا إيانا إياه إياها إياهما إياهم إياهن إياك إياك إياكما إياكم إياكن إذا الضمائر المنفصلة تنقسم لمجموعة تخص محل الرفع ومجموعة تخص محل النصب حتى هنا انتهى درسنا الماضي ونبدأ اليوم في الجزء التالي وبعد هذه المراجعة السريعة نتذكر يقول انتقل إلى صفحة الضمير المتصل وأجب عن الأسئلة الآتية ما معنى قولنا ضمير متصل؟ كيف قسم الضمير المتصل في الشكل التخطيطي الذي أمامك؟ عد ضمائر الرفع المتصلة ما معنى أنها ضمائر رفع؟ كم موضعا للرفع تقع فيه كما هو موضح في الشكل؟ إذن نبدأ الإجابة ما معنى قولنا ضمير متصل؟ الضمير المتصل أبنائي وبناتي وكما ترون في الشكل التخطيطي يمين الشاشة هو ضمير اتصل بكلمة قبله ولذلك يسمى ضميرا متصلا قسم الضمير المتصل لضمائر للرفع فقط وضمائر للنصب والجر وضمير للرفع والنصب والجر إذن الضمير المتصل عبارة عن حرف واحد ليس له معنى بذاته ولكنه عندما يتصل بكلمة قبله فإنه يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب الضمير المتصل ضمائر للرفع وضمائر للنصب وضمائر للجر عدد ضمائر الرفع المتصلة مجموعة في كلمة أنويتو تاء الفاعل وياء المخاطبة وألف الاثنين والجماعة ونون النسوة ما معنى أنها ضماء الرفع؟ أي أنها تكون في محل رفع دائما في محل رفع دائما كم موضعا للرفع تقع فيه كما هو موضح بالشكل؟ في محل رفع فاعل إذا اتصلت بفعل تام ودل على من قام بالفعل وفي محل رفع اسم الفعل الناسخ إذا اتصلت بفعل ناسخ ننتقل إلى الجزء التالي انظر الآن في النصوص التي أمامك وحد الضمير الرفع المتصل فيها تاء الفاعل ياء المخاطبة ألف الاثنين وهو الجماعة نون النسوة وميز بين نوع الفعل الذي اتصلت به تام أم ناقص قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة التاء فيه أكملت قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين التاء فيه خلقت وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم التاء فيه كنت وهما يستغيثان الله ويلك آمن الألف فيه يستغيثان قال ربنا ظلمنا أنفسنا الألف فيه قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين الألف فيه كانت يا مريم أقنطي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين الياء في أقنطي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الواو فيه تعبدوا إذن في الآية الأولى الضمير هو تاء المتكلم والفعل أكمل تام وتسمى تاء الفعل أما في الآية الثانية خلقتني من نار فالفعل خلق تام وتاء الفعل وكنت كان فعل ناقص نجابة صحيحة والتاء المتكلم وتعرب ضميرا مبنيا في محل رفع كان يستغيث فعل تام والألف ألف الاثنين قال قال فعل تام والألف أيضا ألف الاثنين كانت كان ناقص والألف ألف الاثنتين أقنطي أقنط فعل تام والياء ياء المخاطبة تعبدوا فعل تام والواو وواو الجماعة نكمل مع مجموعة أخرى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون الله آناء الليل وهم يسجدون فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وما كانوا مهتدين ليسوا ليس فعل ناقص والواو وواو الجماعة كانوا كان فعل ناقص والواو والجماعة إن اتقيتن فلا تخضعن اتقى فعل تام وأنون نون النسوة ننتقل إلى مجموعة أخرى صنف الآيات السابقة بحسب إعراب الضمير فيها إلى مجموعتين كما هو موضح بالجدول آيات تجتمل على ضمائر متصلة في محل رفع وآيات تجتمل على ضمائر متصلة في محل رفع اسم الفعل الناسخ ضمائر تعرب في محل رفع فاعل وضمائر تعرب في محل رفع اسم الفعل الناسخ هنا أكملت التاء تعرب فاعلا خلقتني التاء أيضا تعرب فاعلا لأن الأفعال تامة كنت التاء تعرب اسم كانة يستغيثان الألف تعرب فاعل قال الألف تعرب فاعل كانت تحت عبديني ألف الاثنتين يعرب اسم كانة أقنطي تعرب فاعل تعبدوا وهو الجماعة تعرب فاعل كانوا مهتدين الواو اسم كانة ليسوا الواو اسم ليسة ما كانوا الواو اسم كانة ننتقل إلى المجموعة التالية اكتب من عندك جملتين مستخدما فيهما أي ضمير من ضمائر رفع المتصلة وجعله مرة في محل رفع فاعل ومرة في محل رفع اسم الفاعل النسخ إذن أريد الضمير نعم كانوا يسيرون بسرعة جنونية عندما وقع الحادث الواو في يسيرون تعرب في محل رفع فاعل وفي ذات الجملة كانوا يسيرون الواو في كانوا تعرب في محل رفع اسم كانة إذن هو مثال واحد والواو لها إعراب بحسب ما اتصلت به انتقل الآن إلى ضمائر النصب والجر المتصلة كما ترى ضمائر النصب والجر كم ضميرا ترى ثلاثة ضمائر وهي ياء المتكلمة كافة الخطاب وهي الغائب ما معنى قولنا إنها ضمائر للنصب والجر معنى ذلك أصبت يا بني أنها تأتي دائما في محل نصب أو في محل جر في مواضع تكون للنصب ومواضع تكون للجر كم موقعا للنصب تقع فيه في محل نصب مفعول به إذا كان الفعل تاما وفي محل نصب اسم الحرف الناسخ إذا كان الحرف ناسخا وفي محل نصب اسم الحرف الناسخ إذا كان الحرف ناسخا كم موقع الجر تقع فيه في محل جر بحرف الجر وفي محل جر بالإضافة ننتقل إلى الجزء التالي انظر الآن في النصوص التي أمامك وحد الضمير المتصل فيها هاء الغائب كاف الخطاب يا المتكلم وميز نوع الكلمة التي اتصل الضمير بها وميز نوع الكلمة التي اتصل الضمير بها ننظر الآن في هذه الأمثلة ومن الليل فسبحوا وأدبار السجود إنه من عبادنا المخلصين قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا سبح فعل تام والهاء اتصلت به الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به إنه إن حرف ناسخ والهاء اتصلت به الهاء ضمير مبني في محل نصب اسم الحرف الناسخ قال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إنه حرف الناسخ وياء المتكلم ضمير مبني في محل نصب اسم إنه الآية التي بعدها إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ينهى فعل تام وكم ضمير مبني في محل نصب مفعول به الآية التي تليها ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ادخلوا فعل تام والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به الآية التي بعدها قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين صلاة نسك محيا ممات كلها أسماء واتصلت بها ياء المتكلم الياء ضمير مبني في محل جر مضاف إلي الآية التي بعدها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد اتصلت بحرف جر وهو اللام في لهم واتصلت بحرف جر في قولنا فيها إذن هم وها ضمير مبني في محل جر بحرف الجر الآية الأخيرة قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم عليهم على حرف جر والضمير متصل به إذن هم ضمير مبني في محل جر بحرف الجر على ننتقل بعد ذلك إلى الجزء التالي من الدرس وفيه نعرض اكتب من عندك أربع جمل مستخدما فيها حد الضمائر الثلاثة السابقة بحسب التوصيف المبين في محل نصب مفعول به في محل نصب اسم الحرف الناسخ في محل جر مضاف إليه في محل جر بحرف الجر نعم سيارتي قديمة لكني اشتريتها الهاء هنا في محل نصب مفعول به السيارة قديمة لكنها تسير بسرعة الهاء هنا في محل نصب اسم لكن سيارتي قديمة الياء هنا في محل جر مضاف إليه سيارتي قديمة لكني أتنقل بها الهاء هنا في محل جر بحرف الجر الباء إذن ننتقل إلى الخطوة التالية في درسنا يقول هناك ضمير واحد في سطحة الضمائر أفرد وحده ما هو؟ هل تذكرون ما الضمير الذي أفرد وحده؟ نعم إنه الضمير نا نا المتكلمين أو نا المتكلمين الدال على جماعة الفاعلين أو على مثنى فاعلين لماذا وضع هذا الضمير في خانة وحده بحسب ما في المخطط؟ من يذكر؟ نعم إجابة صحيحة لأنها مرة تأتي في محل رفع ومرة تأتي في محل نصب ومرة تأتي في محل جر السؤال الثالث يقول مما طرف المخطط فإن هذا الضمير يصلح أن يقع في محل رفع أو نصب ما مواقع الرفع؟ إذا اتصل بفعل تام أو إذا اتصل بفعل ناقص إذا اتصل بالفعل التام كان فاعلا وإذا اتصل بالناقص كان اسم الفعل الناقص ومثاله ذهبنا هنا النا فاعل وأصبحنا وهنا النا اسم أصبح يكون في محل نصب إذا اتصل بفعل تام ويكون في هذه الحالة مفعول به أقول دعانا أنا ضمير مبني في محل نصب مفعول به ويكون أيضا في محل نصب إذا اتصل بحرف ناسخ أقول ليتنا وهنا نا ضمير مبني في محل نصب اسم ليتا يكون في محل جر إذا اتصل باسم أو بحرف جر وفي هذه الحالة إذا اتصل بالاسم كان مضافا إليه وإذا اتصل بحرف الجر كان مجرورا بحرف الجر ومثاله إلينا عند اتصاله بحرف الجر هنا أن ضمير مبني في محل جر بحرف الجر إلى وفي محل جر مضاف إليه إذا اتصل باسم فقولي مدرستنا أن هنا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه نستنتج أننا الفاعلين قد تأتي في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر ننتقل إلى الجزء التالي يقول اقرأ الآيات الكريمة التالية ثم ضع خطا تحت كلمتنا قال تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرم كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا وغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافر وقال أيضا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرني وقال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطقى انظر إلى نا التي نضع تحتها خطا وانتبه جيدا لأننا سوف نقوم بأعراب هذا الضمير في كل موضع من هذه المواضع بالآية سخر لنا كنا إننا وعلينا انظر معي وانظري معي إلى هذا الجدول صنف الجمل في الآيات السابقة بحسب أعراب الضمير نا فيها هذا هو الجدول هذا هو الجدول والمطلوب تقسيم الكلمات تبعا للأعراب سأترك هذا الجدول كنشاط منزلي انظر معي نسينا أخطأنا في محل رفع تآخذنا في محل نصب تحملنا في محل نصب ربنا في محل جر قبلنا في محل جر علينا ولنا وعنا في محل جر بحرف الجر رابعا استخرج الضمائر وصنفها في جدول في جداول تقول الشعرة سعاد الصباح وهي شعرة كويتية نحن باقون هنا هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا ومن القلب إلى القلب لنا ومن الآه إلى الآه لنا كل دبوس أدمى بلادي كل دبوس إذا أدمى بلادي هو في قلبي أنا نحن باقون هنا هذه الأرض هي الأم التي ترضعنا وهي الخيمة والمعطف والملجأ والثوب الذي يسترنا وهي السقف الذي نأوي إليه وهي الصدر الذي يدفئنا وهي الحرف الذي نكتبه وهي الشعر الذي يكتبنا كلما هم أطلقوا سهما عليها غاص في قلبي أنا ويقول الشعر محمود درويش وهو شعر فلسطيني أنا آت إلى ظل عينيك آتي من خيام الزمان البعيد ومن لمعاني السلاسل أنت كل النساء اللواتي مات أزواجهن وكل الثواكل أنت أنت العيون التي فر منها الصباح حين صارت أغاني البلابل ورقا يابسا في مهب الرياح أنا آت إلى ظل عينيك آت نريد استخراج الضمائر من هذه الأبيات وتصنيفها في جداول فنضع ضمائر الرفع في جدول وضمائر النصب التي تعرب مفعولا به في جدول والتي تتصل بالحرف الناسخ ثم نأتي إلى ضمائر الجر والتي تجر بسبب الاتصال بحرف الجر والأخرى التي تتصل بسبب الإضافة دمتم بخير وإلى لقاء متجدد انتهى درسنا